صباح الخير طبعا زي ما قالت عيدة احداث متلقة كثيرة جدا وممكن كان اهمها المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري مبارح واللي اثار جدل كبير جدا اعتقد ان احنا النهاردة هنتكلم بفقرة الصحافة عن اهم عنوين الاخبار وهيكون طبعا منها المؤتمر الصحفي هيكون معنا الاستاذ عمينا الخيري الصحفية بجارية الحياة اللندنية بس قبل ما نكمل كلامنا لازم ننوح عليكم انه اللي بيتفوتوا الحلقة بتاعتنا يريد تتفرج علينا على قناة اليوتيوب بتاعتنا نهارك سعيد www.youtube.youtube.com نهارك سعيد كلمة واحدة وسعيد بدل العين 3 ونحن الستيرتش على اليوتيوب بشكل عام كتبت ونهارك سعيد بالعربي او بالانجلش هتطلع لكم لان التاجز عندنا كتيرة اه وهي بتتعمل لها ابدات على طول فلو فاتتكوا فقرات او فاتتكوا يوم ممكن تتفرجوا على الانترنت بما ان انت تكلمت يا فادي عن المؤتمر الصحفي اقامه المجلس لقوات المسالحة مبارح فاحنا اكيد يبقى عندنا فقرة خاصة جدا اللي جانب طبعا تقديد الصحفة هيكون عندنا فقرة خاصة عن احداث ما سبيره بشكل عام وعن المؤتمر الصحفي وعن تابعاته وما بين المؤيدين والمعارضين للتصريحات اللي تلعت فيه ولجنة تقصي الحقائق هنعرف تفاصيل كتيرة من فقرة خاصة هتكون معنا النهاردة في اخر اليوم ويكون معنا فيها الاستاذ بهاية دين حسين مدير مركز القاهرة للحقوق الانسان واستاذ حسان بهجة المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهنتابع معكم تابعات واحداث ما سبيره هيكون معنا فقرة كمان مهمة جدا عن اعداد قيادات الصف التاني بمعنى اصح الصف التاني اللي بيجهز انه هو يبقى الصف الاول ويتولى المسئولية والقيادة ويمكن كان من مساوي النظام اللي فات او النظام اللي سقط انه ما كانش بيهتم بخيادات الصف التاني وكان بيهتم انه هو ايه يكبر مديرينه ويمدي لهم وياه بيعمل حاجات تنبيها من حاجات غريبة جدا ما كانش فيه اي صفوف خالص اه وفي صف اول على طول يعني فيه صف عام كده للناس كلها ويطلع منه على طول صف اول حسب بقى ايه التقى بقى والحاجات الغريبة اللي كنا مش فاهمينها دي هيكون معانا مهندس سياحي حسين عبدالهادي مدير مركز اعداد القادة وخبيرة تنمية البشرية هنتكلم ازاي نعالج ده في فترة اللي جاية خصوصا انه مصر دلوقتي في حالة حراك كبير جدا وفيه قيادات كتير جدا روحت وبنبتدي نرقي ناس جديدة علشان بلدنا مستقبلها يتغير وبعتقد الفقرة دي هتبقى مهمة هتبقى الفقرة دي مع فادي مهمة جدا لانه طول الوقت لما بنقول عايزين مثلا نشيل حد حتى ياما كانت الناس نقول ازا راح النظام السابق راح الرئيس السابق يعني حسني مبارك هيجي مين ناس تبقى مفيش حد اصلا ليه مفيش حد ده برضو مهم نحن نفهم انه لا اكيد فيه ناس بس يمكن تكون مش معدة بشكل كافي فقرة دي هتبقى مهمة لكل الناس اللي عايزة تفهم ازاي نعد صف تاني ازاي ما عندنا ناس تانية وجوه جديدة ومفروض يا عايزة برضو ان احنا ايه بلاش نمشي وراء المورثات القديمة انه اللي نعرفه احسن ما نعرفوش طب ما نحاول نعرفه نحاول نعرفه ونحاول نقدمه حاول نرفع ونرأي علشان بلدنا تبقى احسن اخر فقرة كمان معنا وان كان مش بترتيب اليوم يعني بس هنتكلم على الانتخابات اللي خلاص احنا متوقعنا تبقى الشهر الجايب يوم 28 نوبمبر او بعدها مش عارفين لسا للترتيب بالزبط بس هنتكلم على هل ينفع فعلا يتعامل الانتخابات لمدة خمس شهور في ظل هذا الانفلات الامني او في نسمية الغياب الامني او اللا امني فهنعرف اكتر فقرة برضو هتكون معنا نهاردة مع اللواء سامي عبد المجيد ومساعد وزير الداخلية للشؤون المباحث سابق لكن خلونا نروح ننتدي فقراتنا بالصحافة بعد الفاصل على طبعه انتظرون